أرجع مدير عام فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحظر موت المهندس فائز باصرة أسباب الانهيارات الصخرية التي حدثت في قرية حصن باصم بمديرية دوعا إلى التركيب الصخري للمنطقة وأوضح باصرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن المنطقة تتكون من صخور جيرية عقدية مشققة وأن تسرب مياه الأمطار إلى داخل هذه الصخور أدى إلى ضعفها أكثر إلى الطبقات الساندة التي تحولت إلى هشة بسبب تسرب مياه الشبكة الرئيسية لمياه الشرب في المنطقة والتي لم يتم عمل صيانة لها منذ أكثر من خمسين عاما وعن الأضرار التي لحقت بالمنطقة ذكر باصرة أنه لم تسجل أي أضرار سوى بعض أشجار النخيل وساقية مرور مياه الأمطار التي تضررت بالكامل وانسدت وأكد باصرة أنه تم التجديد على السكان وأهل المنطقة النازحين بعدم عودتهم إلى بيوتهم وأخذ الحيطة والحذر أثناء المرور من تحت الجبل وأضاف من أجل سلامة المواطنين والبيوت كونها بيوت طينية قد تتأثر من الاهتزازات التي تحدث أثناء وقوع الانهيارات اقترحنا بعض المعالجات وهي تفتيت الصخور والكتل غير المستقرة وتغيير مسار شبكة المياه وعمل صيانة لها وذلك سيتم بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة وبإشراف مباشر من الهيئة اشتركوا في القناة